وافق مجلس الوزراء على تحويل صفة مشروع مدينة جرش الصناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة مع تعديل غيات استملاك الأراضي وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لإلغاء وحدات تنظيمية وإعادة ارتباطها بما يضمن عدم الازدواجية وبموجب المشروع سيتم استحداث وحدة الدعم الاستراتيجي لمتابعة الإنجاز والإداء الحكومي وفقاً لبرنامج التنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ووحدة تعنا بإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة ووحدة لتمكين المرأة فضلاً عن إعادة توزيع الموارد البشرية وفق مؤشرات الأداء المطلوبة